اكتر ميزة في مخلوق الراجل لو بوجدتك ما شفناش منه غير حلقة الدقن انا فاهم بس يعني لو في ميزة اكتر ميزة في مخلوق الراجل لا انه ده بالنسبة اي اي انا الحنية لو الراجل حنية ده احلى ميزة اوكي الميزة دي موجودة في شريف اوه طب الحمد لله ربنا بعتلك اكتر حاجة بتحديه العيب اللي انت اخترتي بقى موجود في شريف اللي هو ابتعى ان الرجالة بتفهموش الستات هل ده طول الوقت ممكيش ولا اوقات واوقات لا اوقات واوقات طب يعني الحمد لله اكتر عب تكرهي واكتر حاجة بتحبيها اكتر عب اكره اه لا بس بقى تدريجي لكن الرجال هيبقى كتير يعني فوضويين مش منظمين ده موضوع صعب جدا انا انا ما بقعدش في مكان مش نظيف ابدا بس ممكن انت بقى الحاجات بشكلها مقابر مع ان انا اللي حطت كعبرتها يعني تلاقي فيه مثلا حط جاكت او محطوط شكله انت فاكرا انا رمي بس انا مش رميه انا حطته هنا يعني انا فوضتي منظمة انت تعالي يعني ما تخشش القوضة بتاعتي او المكان بتاعتي تقولي انت بيش عشرين في المسرح اه عمرك دخلت حتى كم يقمعايا ناس عمرك دخلت القوضة قلت القوضة ما عفتنا كده ليه؟ لا مفتحيني بس في فوضة منظمة خلاقة لا بس في فوضة تانية اللي انقنا على البنطلون انتيبي كما هو لا 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 اقلعه بس مكان احطه فيه يعني ممكن يكون ما بعلقوش صح بس بحطه على كورسي معين كل يوم لا انا لو روحت لوم يومين ورجعت بلاقي الدنيا مقلوبة موعين زي ما هي والزبالة موجودة وحاجة كده تتقلم بالبطن لا بس الصراحة وان حامل كان منظم كان منظم اه كان منظم بصراحة الله يكون فوضة معك تلحامل انت اصلا عصبية وشخصية القوية لأ بس يا عمر انا ممكن اعديلك اي حاجة لا بس يا عيوني السيد وهي حامل الدنيا كلها تستحملها لان ما بس ما فيش حاجة في جسمها في مكانها يعني انا اصلا من قابل الحامل وانا فيش حاجة في جسمها في مكانها تخيل مع الحامل كله تزيع انت بتتعلي هل هباحمل من هنا يعني انا الود او البيت مبورت هنا مش هنا ها ومتفوا بعد كده المعدة فيها اكل المعدة بيتهضم او اللهي ده تعب ده تعب لو اقولك شيء اه طبعا لان مستحيل اقوح في حاجة انا عمري لم احسيت بعذابها يعني ما ينفعش نحكم على حاجة احنا عمرنا مجربنا عذابها مفيش راجل يجرب ده شايفتي وقولك العديد لا ده كامنتاش الفيديو من كم شهر كده انه راجل يجيب بطيخة ويربطها على جسمه ويعطيها فترة اصلا الضهر ده انا حكيت الضهر دي يعني الضهر بيموت فترة الحمل دي تخيل ده جوه 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 يفسح بقى الامعاء الدقيقة والغليظة وكورومب اللي كان بتاع شهر ثمانية لا انا ده على وضعه انا ده مبتحركش ده ايوه انا بلو مين جي السويزو بتحوش للمواسن يعني تبقى واكلة حاجات بتفرزها في خمانية اثناشة وتسعة اثناشة في الموسم بتاعها بقى فيش كورومب تتسو بس عندها هي فيه ايوه بزي حقيقا سهلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة